إذا أردت أن تغير نظاماً فلابد أن يكون لديك نظاماً بديلاً جاهزاً يستطيع أن يتلقف الحكم ويدير المشهد وإما فسوف يتحول الأمر إلى ماذا؟ سوف تتحول هذه الثورة وهذا الغضب الجماهيري إلى غول يأكل الأخضر واليابس ويؤثر على الجميع هنا يجب رسالة لابد أن توجه إلى النظم أن تنتبه النظم إلى ضرورة تعديل استراتيجيتها وتغيير الأوضاع ومحاولة التغيير من الداخل وإما فسوف يأتيها التغيير من الخارج قصراً هذا التغيير سيد محمد التغيير من الداخل اليوم شاهد هذه التظاهرات في القرى المصرية البسيطة في مصر هناك ربما نفتقد إلى قائد لهذه التظاهرات في مصر كما كانت في تظاهرات في مصر السابقة برأيك هذا الغياب كيف سيكون ينعكس سلبياً على التظاهرات الحاصلة في مصر هذا يدفعنا إلى توصيف ما هي طبيعة هذه الاحتجاجات أو طبيعة هذه التظاهرات أولاً هذه التظاهرات ليست تظاهرات مسيسة ولكنها عبارة عن احتجاجات مطلبية يعني وجهة نظري أن الحكومة والإدارة الحالية لو تخلت عن تصلبها ومنهجها الذي تسير عليه الآن وأبدت مرونة في التعامل وهذه المرونة يجب أن تكون بقرارات وليس بوعود أعتقد أن هذه التظاهرات سوف تهدأ وتيرتها ولكن لوقت ما إذا بدرت الحكومة على سبيل المثال إلى إحداث إصلاحات وانفراجات سياسية وحقوقية سوف يهدأ هذا الأمر يعني هؤلاء البسطاء الذين يخرجون ليس لهم قيادة طبيعة الحال وأنت إذا أردت أن تكون هناك ثورة وأن يكون هناك ثورة تغيير يعني الثورة ليست بالضرورة أن تكون بالمفهوم الذي يراه البعض أنها خروج ومظاهرات وتحطيم وإزالة وقتل وما شابه ذلك هو لابد أن يكون هناك تضحيات على الطريق لأن التغيير ليس أمرا سهرا الثورة حتى تحدث تغييرا أنت تحتاج إلى تثوير شعب إذا قلنا أن يكون هناك احتجاجات وهذا حاصل وهذا حاصل وإن مازال محدودا يعني مصر بالمناسبة طبيعتها دولة مركزية يعني عندما يقوم شيء فيها في الأطراف هذا لا يؤثر يعني التأثير الكبير يكون في مناطق المركز في العاصمة وفي مدن المحافظات الرئيسية هذا الذي يحدث زخما ولعل ذلك يفسره أيضا يعني عدم اهتمام أجهزة الإعلام العالمية بما يحدث في الأطراف رغم أهميته وإشاراته ودلالاته الخطيرة جدا على وضع البلاد واستمرارية نظام الحكم يعني إذن أنت في حاجة لأي عمل يريد أن يغير سواء كان بمسمى احتجاج بمسمى ثورة أو ما شابه ذلك أنت في حاجة إلى تنظيم في حاجة إلى قيادة في حاجة إلى رؤية واضحة لما سيتم بعد أن تتم عملية التغيير طيب وهذا الأمر يعني يدفعنا أيضا إلى سؤال هل الوضع هل الأوضاع في مصر الآن يعني في ظل عدم وجود قوة معارضة منظمة موجودة الآن في مصر وفي ظل القبضة الأمنية الشديدة يعني التي من وجهة نظري هذه القبضة الأمنية الشديدة وهذا الانسداد السياسي سوف ينعكس على النظام ذاته سينعكس على النظام ذاته شئنا أم أبين هل هناك قوة منظمة تستطيع أن تتلقف هذا الأمر لا بد أن يفكر النظام والإدارة العسكرية التي تحكم مصر الآن أنها في الوقت الذي لن تستطيع أن تواصل فيه حكم البلاد هي في حاجة إلى وجود وجوه مدنية وإدارات مدنية وفي حاجة إلى وجود أحزاب سياسية تتولى الأمر حتى وإن كان العسكر يعملون من وراء ستار كما عملت كثير من الدول وكما حدث في تركيا على سبيل المثال منذ الانقلاب الأخير وترتب بعد ذلك تغييرات طبيعية حدثت وأصبح الشعب هو صاحب الكلمة الرئيسية وأصبح المدنيون هم الذين يحكمون العسكريين ترجمة نانسي قنقر